اشتركوا في القناة وفي سبيل حرس الوطني أسمى آيات التهاني وأطيب التبركات بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين وفي هذه المناسبة أشاد سموه رئيس الحرس الوطني بدعم ورعاية جلالة الملك المفدى لهذه القوة العسكرية الباسلة التي أرسى جلالته لبناتها الأولى حتى أصبحت صرحا عتيدا وحصلا منيعا مستنيرة بتوجيهات جلالته الحكيمة في تطوير وتحديث كافة قطاعات هذا الصرح العسكري الشامخ كما أشاد سموه بهذه الذكرى التي تبعث على الفخر والاعتزاز بما تحمله من روح وطنية عالية تبث الطمأنينة في نفوس أبناء الوطن وتجسد المبادئ النبيلة والقيم الرصينة للفداء والتضحية في سبيل الذود عن حياض الوطن وحفظ سيادته ومكتسباته ورفعته وقد بعث حضرة صاحب الجلالة العاهل المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه برقية شكر جوابية إلى سمو رئيس الحرس الوطني أعرب جلالته فيها عن شكره الجزيل لسموه على تأنيهته بهذه المناسبة أكد جلالته عن أميق فخره واعتزازه بما أنجزته قوة رفاع البحرين والحرس الوطني وكفة القوى الأمنية في مملكة البحرين الغالية وهم يثبتون يوما بعد يوم أنهم حصن البحرين الحصين ودرعها المكين مؤكدا جلالته عن اعتزازه وتقديره لدور سموه في خدمة هذا الوطن وحماية مكتسباته وصيانة أمنه والحفاظ على منجزاته ترجمة نانسي قنقر